بين الحكومات في العراق والفساد علاقة قربى وحنين وتواصل ففي هذا البلد يدخل الفساد في صميم نسيج الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 سرقة النفط إحدى أبرز معالم الفساد في هذا البلد واللافت في هذا الأمر أن من يسرقون النفط فيه ليسوا من الأجانب بل هي جهات حكومية تعاقبت على حكمه منذ الاحتلال ولا تزال تسيطر على مقدراته وتسرقها وتهربها إلى خارج البلاد بمساعدة أطراف دولية 56 جهات حكومية في العراق بينها 10 أحزاب مشاركة في السلطة متورطة بعمليات تهريب النفط من الأراضي العراقية هذا ما أكدته تقارير قدمت للحكومة في بغداد من المخابرات الأمريكية وكشفت عنها صحيفة الخليج أونلاين التي قدرت قيمة المهرب من النفط العراقي بنحو 4 مليارات دولار سنويا وتشير المعلومات في التقارير إلى أن موظفين في الدرجات العليا في وزارتي النفط والداخلية وفي الجمارك عينتهم هذه الأحزاب ويدينون لها بالولاء هم الذين يقفون وراء عمليات التهريب من خلال المنافذ الحدودية بالتعاون مع موظفين فاسدي الصحيفة بيّنت كذلك أن الخزينة العامة في العراق والتي تعتمد بنسبة 90% في ميزانيتها على النفط الخام تفقد مليارات الدولارات بفعل تهريب النفط إلى دول أخرى باستخدام قوارب صيد وشاحنات وكشفت أن عمليات التهريب الكبرى ينفذها حيتان التهريب المرتبطون بالأحزاب المتنفذة حيث يتم التحايل على العدادات التابعة لوزارة النفط بالتعاون مع كبار الموظفين وبحسب التقارير فأن عمليات التهريب تتم باشتراك بعض الدول المجاورة وبمشاركة مسؤولين في الحكومة ببغداد ومشرفين على القطاع النفطي وبتواطئ من عناصر بالشرطة والجمارك وذهبت التقارير أبعد في كشف حيثيات ما يجري حيث بيّنت أن أربعين جهة مسلحة تسهم في عمليات التهريب من خلال مناطق نفوذها باستخدام أساليب مختلفة وتموّل هذه الجهات أنشطتها من خلال ملايين الدولارات من العائدات اليومية